السلام عليكم درسنا النهاردة هو الضمير العائد الضمير العائد في اللغة التركية هو الضمير ده مستخدم بكسر جدا في المحادثات اليومية في اللغة التركية النهاردة هنتعرف على معنى وعلى استخداماته وإيه هي اللواحق اللي بتتصل بيه ولكن خلينا الأول نتعرف على معنى من خلال المحادثة دي المحادثة دي ما بين شخصين ما بين ألي وآيشا ألي بو باستا هاريكا بو نوكي ميابط يعني الترطة دي حلوة جدا مين اللي عملها؟ آيشا كان ديم يابطن عملتها بنفسي ألي كان ديم يابطن انت اللي عملتها بنفسك؟ آيشا إفت كان ديم يابطن نعم عملتها بنفسي طيب الضمير كان دي في المحادثة دي كانت وظفته إنه هو بيدينا معنى نفسي أو نفسك يعني في الجملة اللي قالتها آيشا كان ديم يابطن عملتها بنفسي يعني أنا اللي عملتها يعني الضمير العائد اللي هو الضمير كان دي بيهوضح لنا الضمير الشخصي في الجملة طيب إيه هو تعريف الضمير العائد في اللغة التركية؟ تعريفه يعني إنه هو ضمير بيوضح إن الفعل بيعود على الفاعل وكمان بيوضح لنا الضمير الشخصي في الجملة أو نقدر نقول إنه هو بيحل محل الضمير الشخصي في الجملة الضمير العائد تصريفه تبقى للضمائر الشخصية بيكون كالتالي مع الضمير بن بقول كان ديم كان ديم كان ديم هنا كان دي هو الضمير العائد طيب المادي لاحقة إيه؟ المادي لاحقة الملكية يعني أنا بستخدم الضمير العائد مع لواحق الملكية يعني مع الضمير بن بقول كان ديم نفسي مع سان كان دين نفسك مع او كان دي فيا كان دي سي يعني نفسه مع بيز كان ديميز أنفسنا مع سيز كان ديميز أنفسكم مع ان لار كان دي لري أنفسهم ارنك جملة لار بعض الامثلة تلفونا كان ديم جواب فردم يعني رديت على التليفون بنفسي كان ديم هنا بتدين معنى الضمير الشخصي بن ادف لريني كان دين ياب اعمل واجباتك بنفسك كان دين هنا بتدين معنى الضمير الشخصي سان ألين دكي قزل كان دين مؤردن يعني البلوفر اللي في ايدك ده انت لنسك تي كان دين هنا بتدين معنى الضمير سان نقدر نحل المشكلة دي بنفسنا كان ديميز حلت هنا محل الضمير ايه؟ محل الضمير بيز يعني هو اللي حكالي ده بنفسه كان دي سي هنا حلت محل الضمير او او قدتني معنى الضمير او بفولرن كان دي لري تشي جاك لار مش يعني هم اللي هيشيلوا حقائبهم بأنفسهم كان دي لري يعني ان لار اول ملاحظة عندنا بتخص الضمير العائد النهاردة هي يعني ايه؟ يعني بالاضافة الى اتصال الضمير العائد بلواحق الملكية فهو برضو ممكن تتصل بي لواحق حالات الاسم كاي اسم عادي زي ما بقول كان ديم دا كان دي هو الضمير العائد والما هي لحقة الملكية والدا هي لحقة المفعول فيه فمعنى كده ان انا باستخدم لحقة الملكية قبل لواحق حالات الاسم كان ديم دا كان دين دان كان دي سيني كان دي ميزين كان دينيز لا كان دي لاري كان دي لارينا ارنك جملة لار بوغن كان ديمي ايه ساتميرم يعني النهاردة حاسس نفسي مش كويس كان ديمي كان دينا ايباك اعتني بنفسك راسم يابما كونسوندا كان دينيزا جوفنيورمسونوز يعني هل انتم بتصقب انفسكم في موضوع الرسم كان دينيزا كان ديميزين ديرني بالمليز علينا ان نعرف قيمة انفسنا هارشايدان انجا بنا بير كان دينيزي طنطنز يعني قبل اي حاجة عرفولي نفسكم كان دي لارين دان باشكا كيم سايدشون مازلر يعني هم مش بيفكروا في اي حد غير نفسهم الملاحظة التانية الملاحظة التانية هي دونش للك زميري كيشي زميري لابيرليك تاكل لندن دا ازني بكيش ترير يعني ايه يعني لما بيستخدم الضمير العائد مع الضمير الشخصي هم اللي اتنين مع بعض في نفس الجملة فده بيعزز او بيقوي معنى الفعل يعني بيعزز ثقة الفعل طيب انا بستخدمهم ازاي مثلا بقول وهنقدر نفهم المعنى اكتر من خلال الامثلة يعني انا اللي عملت الترتدي بنفسي انا بنفسي اللي عملتها فده بيدينا معنى ايه بيدينا معنى ان الشخص اللي عملها ممكن دي اول تجربة لي مثلا في عمل الحلويات فهو معتز بنفسه جدا او فخور بنفسه قوي ان هو عملها فعشان كده بيقول انا بنفسي اللي عملتها او ممكن طفلة صغيرة هي اللي عملتها ففرحوانا قوي انها عملتها بيقول انا بنفسي اللي عملتها يعني هو بنفسه اللي بيسوق السيارة طرحوانا انا ذكرت الضمير الشخصي مع الضمير العائد هما اللي اتنين في نفس الجملة فقلنا ان ده بيقوي او بيعزز المعنى يعني هنا لما قلت ده معنى ان هو ممكن مثلا كان مريد او كان تعبان ودي اول مرة يسوق فيها العربية فانا يستغرب او بنفسه اللي بيسوق العربية او مثلا شفت طفل صغير بيسوق عربية فاستغرب ده هو بنفسه اللي بيسوق العربية كان لازم انت بنفسك تروح له أنت بنفسك مش حد تاني يعني يا معلمي أو يا أستاذي إحنا اللي حلينا كل الأسئلة دي بنفسنا يعني هل حضرتك بنفسك اللي صلحتها يعني من الواضح أن أنا بخاطب شخص ما كانش ليه أي علاقة بتصليح الحاجات أو مش بيعرف يصلح الحاجات وأنا مستغرب أنه هو صلح مثلا حاجة معينة سيس كان دينيزمي تعمير التنز أنت اللي صلحتها بنفسك أو حضرتكم اللي صلحتوها بأنفسكم سينمايا أونلار كان دي لاري جيدا جاكلار بيز أونلاري بك لما يلم يعني هم بنفسهم اللي هيروحوا السينما بلاش نستنيهم أو بلاش ننتظرهم نوت إوتش الملاحظة الثالثة إي كيلاما شاكلين دي كولان لرسا بير إشين يعني لما بيجي الضمير كان دي بشكل إي كيلاما إي كيلاما يعني إيه إي كيلاما يعني كلمة مكررة مرتين وراء بعض نفس الكلمة كررناها مرتين وراء بعض كده بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها إي كيلاما لما بتكون بالشكل ده فده بيوضح إن العمل اللي عملناه فإحنا عملناه لوحدنا بدون مساعدة من أي حد طيب إزاي بيكون شكل إي كيلاما؟ يعني مثلا بقول طبعا لاحقة الملكية بتكون في الكلمة التانية اللي واحق بتكون في الكلمة التانية مش في الكلمة الأول إيرنك جملة لار بعض الأمثلة يعني هل يمكنني أن أتعلم التركي بنفسي؟ أتعلم التركي بنفسي بدون مساعدة من حد يعني إحنا اللي قمنا بطلاء البيت ده بأنفسنا بدون مساعدة من حد يعني عليكم أن تقوموا بأنفسكم بإجراءات التسجيل أنتم بأنفسكم يعني الأطفال بيلعبوا مع نفسهم يعني الأطفال بيلعبوا مع نفسهم يعني الأطفال بيلعبوا مع نفسهم نوت 4 الملاحظة الرماء يعني ايه؟ يعني لما الضمير العائد ما تتصلش به لاحقة الملكية يعني بيكون في شكله في الحالة المجردة فمن الممكن انه هو يكون بيقوم بدور المضاف الي للاضافة الاسمية المعرفة يعني ايه الكلام ده؟ خدنا قبل كده درس الاضافة وقلنا ان الاضافة الاسمية بتتكون من مضاف ومضاف الي واحنا عارفين ان في اللغة التركية المضاف الي بيسبق المضاف يعني مثلا بقول ايه؟ بيتنا طيب ممكن نقولها ازاي كمان؟ ممكن نقول يعني بدل ما نستخدم بيزيم استخدمنا كيندي كيندي افيميز وهنا كيندي كان دورها ايه؟ دورها انها مضاف الي كيندي افيميز ارنك جملة لار بعض الامثلة كيندي ارقدشن الى يعني عليك ان تهتم بصديقك كيندي ارقدشن يعني سنين ارقدشن بو اشلري كيندي بابا سه هالا ديور يعني الاعمال دي او الاشغال دي والده هيحله كيندي بابا سه يعني انون بابا سه كيندي افيميز چوك جزال بير سامته قلونيور يعني بيتنا بيتواجد في منطقة كميلة جدا كيندي افيميز يعني بزيم افيميز كيندي او قلونوز يعني ماذا تفكرون بخصوص مدرستكم كيندي او قلونوز يعني سيزين او قلونوز بانك دا كيندي سراسن كاتشرمش يعني فوت دورو في البانك كيندي سراسي يعني ايه يعني انون سراسي وبكده يكون انتهد السنة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله